طلب الأعزاء زي ما أنا حكيت لكم اليوم غالبا راح بتكون آخر محاضرة من محاضرات القانون قانون العقوبات العام الجزء الثاني المتعلق بنظرية العقوبة سنتحدث اليوم عن موضوع اسمه انقضاء العقوبة يعني احنا قبل تكلمنا عن العقوبات أنواعها تنفيذها أسباب التجديد أسباب التخفيف اليوم راح بتكلم عن موضوع انقضاء العقوبة كيف تنتهي هذه العقوبة كيف تنقضي يعني ممكن أن نبدأ حديثنا بالقول بأن العقوبة قد تنقضي بأحد طريقين إما أن يكون انقضاء هذه العقوبة انقضاء طبيعي وقد يكون انقضاؤها عارضا فإيش اللي بقصد بكل من انقضاء الطبيعي والانقضاء العارض الانقضاء الطبيعي يقصد به التنفيذ الحقيقي للعقوبة بمعنى إذا كان مثلا بهاء محكوما عليه بسبع سنوات بالسجن فقام بتنفيذ عمليا سبع سنوات حقيقية في السجن فإنه تنقض عقوبته وتسمى في هذه الحالة أو يسمى في هذه الحالة انقضاء طبيعي نظرا لأن هذه العقوبة يعني انقضت باكتمال مدتها فبالتالي يسمى هذا النوع انقضاء الطبيعي هذا الطريق الطبيعي اللي بتنقض في أي عقوبة أنا حكمتك سبع سنين خلصت سبع سنين في السجن إذا تنتهي مسألة وجودك في السجن وتخرج وتكون قد انقضت عقوبتك عنك انقضاء طبيعي أما النوع الثاني فإحنا بنسميه الانقضاء العارض أي أن العقوبة لم تنقضي انقضاء حقيقيا يعني انقضت بأي سبيل آخر غير تنفيذها الحقيقي في السجن فمثلا قد يكون انقضت عن طريق التقادم يعني نطق عليك بالحكم مدة سبع سنوات فانت هربت مدة معين من الزمن إذا مضت هذه المدة تسقط عقوبتك بالتقادم يعني لو رجعت لا يمكن للسلطة أن تحجزك وتنفذ عليك على اعتبار أن عقوبتك سقطت لكن سقوطها وانقضاها لم يكن طبيعيا لأنه أنت لم تنفذ شيء في السجن منها أو حتى لم تنفذها بأكملها أو جزءا منها فهذا منسميه الانقضاء العارض إذن الانقضاء العارض هو أي انقضاء للعقوبة بغير سبيل تنفيذها الحقيقي في السجن قد يكون التقادم قد يكون العفو الشامل الذي صدر وشمل هذا الشخص قد يكون رد الاعتبار سواء كان رد اعتبار قضائي أو سواء كان رد اعتبار قانوني وقد يكون وفاة المحكوم عليه واحد صدرت عليه العقوبة سبع سنوات لكنه مات ماته بنفذها أو مات قبل ما ينفذها في أي حال العقوبة ستنقضي هنا لأنه لن يستطيع الشخص أن ينفذ هذه العقوبات خصوصا لكانك عقوبات بدنية على هذا الشخص إذا كان قد فارق الحياة فهذا منسميه الانقضاء العارض إذن يجب بداية أن نعرف أن هناك أسباب انقضاء طبيعية وأسباب انقضاء عارضة حقيقة كلامي الآن لن يكون عن انقضاء الطبيعي لأن انقضاء الطبيعي لا يثير أي إشكاليات الانقضاء الذي يثير الإشكاليات التي يمكن أن نتحدث فيها إلى انقضاء العارض فطبيعي أن أتحدث عن الوفاة أتحدث عن التقادم أتحدث عن العفو الشامل أتحدث عن العفو الخاص أتحدث عن رد الاعتبار القضائي والقانوني التدابير الاحترازية حقيقة يعني نظرا لأنه إلها طبيعة خاصة مرتبطة بالخطورة الجرامية فإن كثيرا من الأسباب اللي أنا ذكرتها قبل قليل لا تنطبق عليها يعني ممكن ينطبق على التدابير الاحترازية موضوع التقادم ممكن تسقط بالتقادم لكن العفو لا يشملها رد الاعتبار أحيانا لا يشملها هذه الأمور قد لا تشمل موضوع التدابير الاحترازية لذلك حديثي حيتقتصر بس على العقوبات وليس على التدابير الاحترازية أسباب الانقضاء حتى لا أطيل بدش أحكي عن جميع الكاتيجوريز المتعلقة بأسباب الانقضاء يعني ممكن الناس تقسمها إلى محدودة وغير محدودة من حيث مصدرها ممكن تكون أسباب انقضاء صادر عن المشرع أسباب قضائية أسباب تنفيذية يعني صادر عن سلطة تنفيذية لا تعنيني هذه المعايير كلها يعني من حيث المصدر مثلا لما بقول أسباب تشريعية من الأسباب التشريعية لأسباب الانقضاء العارض للعقوبة مثلا موضوع الوفاة موضوع التقادم لأنه نص على المشرع بنص الصريحة موضوع العفو الشامل وليس العفو الخاص موضوع رد الاعتبار أما بالنسبة لأسباب القضائية من حيث مصدرها يعني التي تعتبر أسباب انقضاء صادر عن القضاء رد الاعتبار بس مش القانوني لأنه القانوني أسباب تشريعية رد الاعتبار القضائي وهذا هنتحدث عنه لاحقا ومن السلطة التنفيذية في العفو الخاص اللي هو بزر عن رئيس السلطة الفلسطينية في كل حوالة ما بعنينيش من حيث النطاق محدودة وغير محدودة بعنينيش من حيث المصدر تشريعية تنفيذية وقضائية الذي يعنيني هو أسباب انقضاء العقوبة اللي هم الأسباب هدول اللي أنا تحدثت عنه جميعا من حيث تأثيرهم في حكم الإدانة بمعنى هل إذا انقضت العقوبة بإحدى هذه الأسباب تنقضي وينقضي معها الحكم الخاص بالإدانة وآثاره يعني هل بيضلوا موجود في صحيفة السوابق ولا يمحى من صحيفة السوابق فأنا بدأتكلم عن أسباب انقضاء العقوبة من حيث تأثيرها على حكم الإدانة هل يبقى حكم الإدانة مدون في صحيفة السوابق ولا لا بمعنى لأنه مش مستوعب إذا انقضت العقوبة مثلا بالوفاة هل الحكم بيضلوا مقيد في صحيفة السوابق ولا لا إذا انقضت العقوبة بالتقادم واحد هرب ورجع على البلد وكانت قد عقوبت وقد انقضت السلطة مش هتقدر تنفذ عليه لكن هل باعتبره سوابك يعني الحكم اللي كان صدر عليه بالإدانة هل بيظل موجود في الصحيفة تبعته بمعنى لو ارتكب جريمة جديدة ممكن اعتبرها سابقة في العود باعتبره عائد لأنه في حكم سابق بإدانة فهذا السؤال اي من هذه الأسباب يبقي على حكم الإدانة ولو يؤثر فيه واي من هذه الأسباب العكس بمعنى انه لا يمح العقوبة فحسب بل يمسح الحكم من صحيفة الصوابق ايضا فهذا هو موضوعنا لليوم اذا اللي مطلوب نعرفه انه أسباب الانقضاء اللي بنتحدث عنها هي أسباب عارضة تتراوح ما بين الوفاة التقادم العفو عن العقوبة بنوعيه العفو الشامل والخاص ورد الاعتبار فتعالوا نتحدث عن كل واحد منها بشكل مفيد ومختصر وفاة المحكوم عليه طبعا احنا بنعرف ان العقوبة من خصائصها انها عقوبة شخصية فالمفترض انه اذا توفي الشخص ان العقوبة لن تطبق عليه طبيعي جدا لانه لم يعد موجودا من ناحية الفيزيائية يعني ولا يمكن ان ننفذها على شخص اخر على الاعتبار انه العقوبة شخصية ولا يمكن ان يعني وزراء اخرى فبالتالي وفاة المحكوم عليه تسقط العقوبات البدنية عنه زي الاعدام والاشغال الشاقة وتسقط عن العقوبات السالبة وللحرية لانه لم يعد هناك يعني مجال لان تنطبق مثل هذه العقوبات حتى انه محكمة النقد المصرية كانت بتقول انه وحيث ان المرء اذا توفاه الله وامحى شخصه من الوجود وانقطع عمله من هذه الدنيا سقطت كل تكاليفه الشخصية فاذا كان قبل وفاته جانيا لم يحاكم بعد امحيت جريمته واذا كان محكوما عليه يعني صار في عقوبة اسقطت عقوبته واضح جدا اذا الشخص اذا مات وتوفاه الله وامحى شخصه من الوجود اسقطت عقوبته اذا كان قد صدرت بحقه عقوبة فلا يرثه في هذه التكاليف اي في العقوبة وتحمل وزرها احد من ام او اب او صاحبة او ولد اذا هذا كلام محكمة النقد المصرية كلام جميل جدا يعكس حقيقة الوفاة وتأثير على حكم الادانة اذا هي تمسح العقوبة وتمسح حكم الادانة من سجله يبقى شيء واحد العقوبات المالية حقيقة ندي استثنيت بنص القانون يعني المادة 426 من قانون جرات الجزائية عندنا بتقول وفاة المحكوم عليه لا تمنع من تنفيذ العقوبات المالية واضح انه يعني بمفهوم المخالفة العقوبات البدنية وسلب الحرية تسقط لكن تنفيذ العقوبات المالية ليس ممنوعا بوفاة المحكوم عليه لانه تأخذ من وين تأخذ من تركته لانه لا تركه الا بعد سدد الديون وهذا يعتبر دين ممتاز للدولة تستطيع دولة ان تقتضي من خلال تركة الشخص المحكوم عليه عندما يتوفى إذن هذا واضح بالنسبة للوفاء إذن وفاء من الأسباب التي تؤدي إلى انقضاء غير حقيقي أو انقضاء عارض للعقوبة فتنقضي العقوبة وتنقضي الأحكام المتعلقة بها وتمسح من صحيفة السوابق الاستثناء الوحيد الذي يبقى رغم الوفاء هو العقوبات المالية فقط انتهى حديثي عن وفاة المحكوم عليه هو طريق بسيط جدا لا يثير إشكالية التقادم تقادم العقوبة يا إخوان التقادم مبدئيا خلينا نقول أنه من الأسباب التي تؤدي بشكل عارض إلى انقضاء العقوبة دون أن تؤثر في الحكم الصادر بالإدانة بمعنى أن الحكم بيظل موجود في صحيفة السوابق آه إحنا أسقطنا عنك العقوبة لأنه سقطت بالتقادم لكن أنت في نظر الدولة الحكم اللي صدر عليك مازال مدونا في صحيفتك يعني أنت سوابك يعني أي جريمة حترتكبها في المستقبل حنعتبرك عائد إلى الجريمة فنشدد عقوبتك فما هو التقادم؟ التقادم جماعة هو مضي فترة من الزمن يحددها القانون تبدأ من تاريخ صدور الحكم البات من يوم يصدر الحكم البات عليك واستنفذ كل طرق الطعن بابداء يعد دون أن يتخذ خلالها إجراء لتنفيذ العقوبة التي قضي بها بمعنى أنه يعني هو غالبا هذا الكلام بيسير عن طريق الهرب فهروبك لن يؤدي إلى اتخاذ أي إجراء للتنفيذ عليك لأنه ما عمين بدي ينفذ إذا أنت هربت يعني لن يجد أو لن تجد السلطة التنفيذية مجال للتنفيذ تنفذ على مين؟ والعقوبة الشخصية إذن إذا مضت هذه المدة الزمنية دون أن يتخذ أو تتخذ السلطات التنفيذية إجراءات للتنفيذ عليك لصعوبات معينة متمثلة بها رواك فإنها تنقضي تنقضي العقوبة بانقضاء هذه المدة المدة طبعا بحددها القانون عدنا منشوف إش هي هذه المدة التقادم لاحظة اللي بتحدث عنه هو تقادم عقوبة فبدأميز بينه بين تقادم تاني اسمه تقادم الدعوة الجزائية إيش يعني أنا بقول التقادم تبع الدعوة الجزائية محله سابق لصدور الحكم بمعنى أنا أوضح عليك نور مطر ارتكبت جريمة معينة المفترض من تاريخ ارتكاب الجريمة إذا علمت النيابة العامة بجريمة القتل اللي ارتكبتها يجب أن تحرك ضدها الدعوة الجزائية طيب نفترض من يوم ما ارتكبت جريمة القتل وهي جناية لم تحرك النيابة العامة بحق دعوة جزائية سنة سنتين مضت عشر سنوات دون أن تحرك الدعوة الجزائية ضد نور مطر ما الذي يحدث؟ تسقط الدعوة الجزائية بالتقادم بمرور عشر سنوات ليش أنا حدث عشر سنوات؟ طبعا لأني أتكلم عن جناية لو كانت جنحة تسقط بمضي ثلاث سنوات لو كانت مخالفة تسقط بمضي سنة إذن سنة للمخالفات ثلاث سنوات للجنح وعشرة سنوات للجنايات التقادم الذي حصل هنا ليس تقادم للعقوبة لأنه ما صارش محاكمة أصلا عشان يصير في عقوبة هو تقادم للدعوة الجزائية دعوة الحق العام تقادمت ليه؟ لأنه النيابة لم تحركها ضد المتهمة أو الشخص اللي هو المشتبه به نور لماذا؟ سقطت سقطت لأنه مش معقول يضل نور يعني طول حياتها بتنتظر النيابة العامة تحرك ضدها الدعوة الجزائية تيجيها بعد خمسين عام تيجي تقولها بدأ أحرك ضدك الدعوة الجزائية عشان بدأ نحاكمه تصدر عقوبة عليك مش معقول يضل الشخص مهدد طول حياته فالمشرع هنا من باب تقاعس النيابة العامة عن قيام بوظيفتها أقر نظام تقادم الدعوة الجزائية فلاحظ أنا بتكلم هنا عن موضوع تاني اسمه تقادم عقوبة مش دعوة جزائية فتقادم الدعوة الجزائية مدد مختلفة عشر سنوات ثلاث سنوات سنة بحسب جنحة جناية مخالفة وطبعا هنا الذي سقط هو الدعوة الجزائية وليست عقوبة لأنه لم تصدر عقوبة أصلاً أما اللي أنا بتكلم عنه هنا في درسي هذا هو تقادم العقوبة اللي بيفترض أنه نيابة حركت دعوة الجزائية وصارت المحاكمات وصدرت العقوبة بعد ما صدرت العقوبة هرب الشخص فيبدأ العد بالبدئ فإذا انقضت مدة معينة تنقض العقوبة معها وليست دعوة الجزائية إذن فيه فرق كبير بين تقادم الدعوة الجزائية اللي هو بكون جزاء للنيابة العامة عن تقاعسها في تحريك الدعوة ضد الشخص المتهم وتقادم العقوبة اللي بيفترض أنه فيه عقوبة أصلاً يعني المحاكمة خلصت أنا حديثي بعد المحاكمة بعد صدور عقوبة بيسير والاختلاف بينهما إذن من حيث المجال هداك مجال الإجراءات الجزائية هذا مجال العقوبة نفسها بيختلفوا حسب المدد هداك مدده غالباً الدعوة الجزائية مددها أقل سنة ثلاث سنوات عشر بالكتير للجنيات لكن بالنسبة للتقادم العقوبات هنشوف مدد مخيفة الآن بينهما إذن هذا فيما يخص يعني التقادم التقادم مفهومه مدة زمنية تنضي بعد صدور العقوبة بعدها ودون أن يتخذ إجراء تنفيذي ضد الشخص بسبب هربه إذن هذا من سميه تقادم العقوبة أتمنى أن يكون حتى الآن واضح الموضوع اللي أنا بتكلم فيه شو مبررات التقادم لماذا أو على أي أساس بتم يعني تأسيس فكرة التقادم البعض بقول أنه تقادم مبني على فكرة النسيان أنه يعني إذا الجريمة ارتكبت وصدرت عقوبة ضد الشخص وهارب هذا الشخص فإنه كلما مضت مدة أطول الرأي العام بيخف يعني ضد المطالبة بتنفيذ العقوبة على هذا الشخص يعني خلينا نقول كلما طالت المدة الزمنية دون تنفيذ العقوبة على الشخص بسبب هربه كلما أمحيت من الذاكرة النتائج المادية والمعنوية لهذه الجريمة فيعني كلما طالت المدة بتصير إحنا نسينا الجريمة ارتكبت نسينا أنه نور مطر قبل عشر سنين أو قبل تلتين سنة مثلا ارتكبت الجريمة فمش ما أقول بعد تلتين سنة أجي أنفذ عليها لأنه خلص نسيت هذه الجريمة بمرور تلتين سنة نسيت هذه العقوبة أصلا حتى عقوبة الإعدام مثلا صدرت عليها البعض بأسسها على فكرة المعاناة النفسية للمجرم بما أنه الشخص كان هارب وأكيد في الهرب كان عايش في أزمة نفسية وخايف من السلطات القبض عليه في أي لحظة فالخوف والقلق والمعاناة اللي عاشها طول مدة مثلا تلتين سنة كفيلة بأنه تسقط عنه العقوبة بالتقادم فما فيش داعي بعد تلتين سنة أمسكه واجه أنفذ عليه الحكم اللي كان صادر عليه ففي بعض الناس بأسسها على فكرة المعاناة النفسية المجرم بعض الناس بتأسسها على فكرة تقاعص السلطات المكلفة بالتنفيذ إنه بما أنه هارب وهارب منذ تلتين سنة وأنتم ما قدرتوش تجيبوه وتنفذوا عليه فجزاء لكم على تقاعصكم في عملية القبض عليه واكتشاف مكانه بدنا نعتبر أنه عقوبته سقطت بالتقادم بمضي المدة اللي حددها القانون إذن هذا في كل الأحوال هذه هي الأفكار اللي أسست عليها فكرة التقادم ممكن نقول أنه غالبية المشرعين بيردوا فكرة التقادم لفكرة النسيان يعني بيأسسوا موضوع التقادم على فكرة النسيان إنه بعد مضي هذه المدة الزمنية بيكون ما فيش داعي للحديث عن العقوبة لأنه يعني حتى المجتمع بيكون نسي موضوع العقوبة اللي صدرت على هذا الشخص دون تنفيذها نطاق فكرة التقادم يعني بعد ما حكينا عن مفهوم التقادم والفكرة التي يؤسس عليها التقادم الآن نتكلم عن نطاق التقادم الأصل أنه جميع العقوبات يعني المقصود بكلمة نطاق يعني إيش الجرائم اللي بيشبال أو إيش العقوبات اللي ممكن ينطبق عليها يعني التقادم أو الممكن تكون مشمولة بالتقادم أو الممكن تسقط بمرور مدة زمنية يعني الأصل أنه جميع العقوبات الجنائية بتخضع لنظام التقادم إذا لم تنفذ خلال المدة التي حددها المجرع ولكن هذه القاعدة بترد عليها مجموعة من الاستثناءات بتخلي طائفة من العقوبات بتخرج من نظام التقادم زي إيش؟ العقوبات اللي بتحتاجش لتنفيذ الإجراءات قصرية بعد النطق فيها وإنما يكون تنفيذها بمجرد النطق فيها زي العقوبات السالبة للحرية وعقوبة مراقبة البوليس هذه العقوبات اللي أنا ذكرتها هنا اللي هي العقوبات السالبة للحقوق عفوا أنا ما بقصدش العقوبات السالبة للحرية العقوبة سالبة للحقوق زي المصادرة او وضع الشخص تحت مراغبة البوليس هذه العقوبات لا يمكن انه تخضع لنظام التقادم يعني المصادرة ليش تتقادمة اذا السلطة قادرة تصادر الشيء فما افترض انه ما تخضعش النظام التقادم لكن العقوبات البدنية والعقوبات السالبة للحرية نظرا لاني انا بحتاج فيها للشخص انافذ عليه فاذا هرب طبيعيا جدا انه تخضع لنظام التقادم اوكي اذا هاي جرائم تحديدا لا تخضع لنظام التقادم اللي هي العقوبات السالبة للحقوق وعقوبة مراقبة البوليس اوكي ماشي اذا هذا بالنسبة لنطاق هذه العقوبات التي تخضع للتقادم جميع العقوبات تخضع للتقادم باستثناء العقوبات السالبة للحقوق وكذلك العقوبات المتعلقة بوضع الشخص تحت مراقبة البوليس لانه في كل احوالها يظلوا تحت المراقبة فما فيش مجال الحديث عن هرب لانه هي بطبيعتها لا يعني مش محتاجة ان الشخص يغرب لانه في كل احوال انت اليك حريتك صح مقيدة نوعا ما بمراقبة البوليس لك لكن في كل احوال اليك عندك نوع من حرية فما فيش دعا انك تهرب وان هرب فخلص المشرع ارتاء انه هذه العقوبات لا تخضع لنظام التقادم فاذا عاد الشخص المفترض انه انا انفذ عليه بظله موجود تحت مراقبة البوليس اوكي ايش هي مدد التقادم الاحكام الخاصة بمدد التقادم المشرع نظرا لانه اسس فكرة التقادم على موضوع النسيان وانه المجتمع بنسى العقوبات يعني بعد فترة من الزمن فطبيعي انه كل ما كانت العقوبة كبيرة كل ما كان صعب على المجتمع انه ينساها فعشانك حط مدد تقادم كبيرة بالنسبة للعقوبات الكبيرة وكل ما كانت العقوبة خفيفة مثلا ان سنة كل ما كانت مدة التقادم قليلة لان المجتمع حينساها دائما المجتمع بتذكر العقوبات الكبيرة زي الاعدام حبس مؤبد بظل المجتمع بتذكرها والسلطات تبقى متذكرة لها فطبيعي جدا انه اقول مدد تقادم الاعدام 30 سنة يعني اذا الشخص هرب وكان عليه حكم اعدام تسقط بمضي 30 سنة طيب واذا كانت العقوبة هي الحبس المؤبد فانها تنقضي بمضي 20 سنة اذا كانت العقوبة هي الحبس المؤبد فتتقادم بمرور 20 سنة اذا لم يتم تنفيذها اما الثالثة اذا كانت العقوبة المحكوم بها ولا تقل عن 10 سنوات يعني الناتج اللي يطلع ما يزيدش عن 15 ما يجلش عن 10 سنوات هذه هي مدة تقادم اي عقوبة اخرى غير الاعدام وغير الحبس المؤبد الاعدام 30 سنة تسقط الحبس المؤبد او سجن مؤبد 20 سنة تسقط طيب اي عقوبة تانية مدد معينة نطق فيها القاضي بضروبها بالتنين ما تقلش عن 10 ما زيدش عن 15 بمعنى واحد حكمت عليه المحكمة بخمسة سنوات بقول خمسة باتنين عشرة طالما انه انا طلع عند الناتج بالرنج ما بين 10 و 15 اذا عادي هي هذه مدة التقادم 10 سنوات اذا المحكم عليه بخمس سنين وهرب تسقط عقوبته بعد 10 سنوات طيب واحد محكم عليه 3 سنوات بقول 3 ضرب 2 بطلع 6 الستة جلت عن الرنج تابع من 10 الى 15 فنرفعها الى 10 فبقول الشخص المحكم عليه ب3 سنوات تتقادم عقوبته بعد 10 سنوات شخص محكم عليه ب6 سنوات بقول 6 ضرب 2 اطناعش الاطناعش رقم يقع ما بين العشرة والخمسة عش اذا لا بأس فبقول الشخص المحكم عليه ب6 سنوات تتقادم عقوبته بالمضي 12 سنة واحد محكم عليه ب7 سنوات بقول 7 ب2 14 الى 14 رقم واقع ما بين العشرة والخمسة عش اذا عادي لا بأس فبقول مدام انه شخص محكم عليه 7 سنوات اذا تتقادم عقوبته بالمضي 14 سنة وهكذا المهم انه يشترط الا تزيد عن 15 و الا تقل عن 10 شخص محكم عليه ب10 سنين سجن فبقول 10 في 22 زادت عن 15 طلعت فوق كتير فبنزلها ل15 فبقول الشخص المحكم عليه ب10 سنوات تتقادم عقوبته بعد مضي 15 عاما مش بعد 20 مع انه الناتج كان 20 فانا بقول مش لازم يزيد عن 15 من 10 الى 15 اذا زادت عن 15 بشوي بنزلها ل 15 قلت عن 10 بطلعها لل 10 ووجعت ما بين 10 الى 15 فش مشكلة بتضلنا على الرقم الاطلاع معنا اذا اي حد عنده سؤال يا شباب بامكانه يرسلي بخصوص هذه النقطة وانا ان شاء الله اعطي الجواب المناسب والصحيح مدة التقادم من نسبة للتدابير الاحترازية 3 سنوات من نسبة للتدابير الاحترازية خليكم فاكرين انه مدة تقادمها بتكون 3 سنوات اوكي اذا هذا بخصوص مدد التقادم قلنا متى تبدأ مدة التقادم بالصريان هذا موضوع الان متى تبدأ يعني مدة التقادم بالصريان في الحقيقة يبدأ السريان التقادم بحسب طبيعة الحكم اذا كان الحكم الصادر بالعقوبة حكم غيابي فانه تبدأ مدة التقادم بالصريان من تاريخ صدور الحكم الغيابي الحكم الغيابي يا جماعة هو الحكم الذي لم يحضر فيه الشخص المتهم اي جلسة من جلسات المحاكمة حتى لو حضر اخر جلسة تبعت المطق بالحكم طالما انه ما صارش فيها مرافعة لا يعتبر الشخص حاضرا فيعتبر الحكم غيابيا ممكن يكون الحكم غيابي صادر في الجنح ممكن يكون الحكم غيابي صادر في الجنايات اللي احنا منسميها اللي لها اجراءات مخصصة اللي احنا منسميها محاكمة المتهم الفار من وجه العدالة في كل الاحوال اذا صدر مثلا غيابيا الحكم على عمر بعشرة سنوات يبدأ التقادم بالصريان من تاريخ صدور الحكم فالعشرة سنواته تجدها تتقادم عشرة في اثنين عشرين بتنزلها لخمستاش اذا بعد خمستة عشر عاما اذا كان واحد اتحاكم جنائيا بحكم غيابي محاكمة متهم فار يعني موجه العدالة بعد ما اعطناه مهل انه يسلم حاله وما سلمش حاله نعتبره فار موجه العدالة نفترض انه حكمة عن جنايته مثلا قتل وهرب فاخد عقوبة اعدام غيابيا فيسقط بعد قديش بعد ثلاثين عام بعد ثلاثين سنة بالنسبة للعقوبات السالبة للحرية اذا كانت العقوبة طبعا اللي صدرت على الشخص عقوبة سالبة للحرية فيبدأ التقادم من تاريخ صدور الحكم ونفترض انه الشخص يعني حكمة سبعة سنوات قديش مدة التقادم حتكون اربعة عشر سنة اذا كان هذا الشخص قد هرب من اول يوم نطق فيه بالحكم فبدأ تتقادم بعد اربعة عشر سنة طب نفترض انه هو انحكم سبع سنوات لكن امضى منها اربعة سنوات في السجن اربع سنوات في السجن وهرب في السنة في اول السنة الخامسة يعني عمليا هو قضى اربع سنوات وضايليه تلت سنين لكنه هرب من مضاش تلت سنين كيف نحسب له مدة التقادم اول اشي بشوف على الحكم نفسه الحكم سبع سنوات بقول سبعة باثنين اربع تاشر سنة اذا مدة التقادم الاصلية اربع تاشر سنة طب الآن حيجي وهدي يقول لي مش من باب العدالة انه نخصم له الايام اللي قضاها في السجن بنقول اه بنخصم نصف المدة التي قضاها في السجن من مدة التقادم يعني مدة اللي قضاها في السجن اربعة سنوات نصهم سنتين بدي اخصم السنتين من مدة التقادم اللي هي قديش اربع تاشر فبقول اربع تاشر ناقص اتنين اللي هي نصف المدة اللي قضاها حقيقة فبسير اتناشر سنة اذا الشخص هذا تتقادم عقوده بعد اتناشر سنة بدأ اعتبره شخص حكمة بمدة يعني مثلا اربعة سنوات وامضى منها سنتين في السجن فبقول اربع سنوات ضرب اتنين بطلع تمانية بقول من فعش لازم تكون ما بتقلش عن عشرة فبقول مدة التقادم تبعته الاصلية عشرة بدأ اخصم منها نصف مدة السجن اللي قضاها فعليا في السجن هو مضى سنتين في السجن دخصم نصفهم ليه سنة فبقول السنة هادي بدأ نقصها من عشر سنوات تبعته فعمليا تتقادم عقوبته بعد قديش بعد تسعة سنوات اذا صدر الحكم حضوريا عليه على الشخص فمتى يبدأ التقادم بالصرايان يبدأ التقادم بالصرايان اذا صدر الحكم حضوريا يعني بحضور الشخص المتهم لجلسات المحاكمة بما فيها جلسة النطق بالحكم حتى لو ما صدرش حكم لو ما حضرش في جلسة النطق بالحكم مهم يكون حضر على الأقل في الجلسات القبل اللي فيها سماع شهود وإلى آخره إذا صدر الحكم وجاهيا أو حضوريا فإنه يبدأ التقادم من تاريخ صدور الحكم النهائي إيش يعني النهائي يعني الحكم تبع محكمة الدرجة الثانية اللي بتأيد فيه حكم محكمة الدرجة الأولى يعني لو عندي جنحة المفترض أنه يبدأ يتحاكم عنها في محكمة الصلح فأصدرت محكمة الصلح حكمها مقدرش أقول التقادم يبدأ من لما صدرت أو أصدرت محكمة الصلح حكمها ثم ذهب الشخص ليتخضأ أمام محكمة الدرجة الثانية يعني الاستئناف فصدر الحكم من محكمة استئنافية لمحكمة البداية بصفة الاستئنافية هنا فبقول من تاريخ صدور الحكم هذا بالعقوبة مثلا تبدأ مدة التقادم أو من تاريخ سيرورة الحكم بات إذا كان الحكم صدر من محكمة الدرجة الأولى وفوت طريق الطعن بالاستئناف والنقض فبصير الحكم باتا فببدأ طبعا الصريان من هذه اللحظة يعني واحد صدر عليه حكوم بست سنين من محكمة البداية ست سنوات من محكمة البداية لم يطعن فيه أمام محكمة الاستئناف اتسكر أمامه طريق الاستئناف لأنه مضت مدة الطعن بالاستئناف ولم يقوم بالاستئناف فلا هيقدر يعمل استئناف ولا هيقدر يعمل نقد طبيعي جدا لأنه البوابة الطبيعية للنقد هي الاستئناف إذا عملت استئناف بطلع لي أعمل نقد لكن إذا ما عملتش استئناف وتسكر أمامي بقدرش يعمل الطريق اللي بعده وهو النقد فالحكم باعتبره في هذا الأحوال باتا فمن اللحظة التي يفوت فيها الحكم طريق الطعام بالاستئناف والنقد ويصبح باتا يبدأ تاريخ مدة التقادم بالسريان بدأ افترض ان الشخص كان موقوفا طيب هذه حالة ثانية يعني انا قبل شوية قلت مثال انه اذا الشخص انحكم سبع سنين لكن قضى منهم اربع سنين في السجن بدأش اعتبر هيك الوضع الشخص انحكم سبع سنوات لكن قبل هيك كان على ذمة التحقيق عند النيابة العامة يعني محبوس حبس احتياطي مدة سنتين فكيف بدأ احسبه هنا فبقول نفس الكلام اللي قلته اذا نفذ جزء من العقوبة بطبقه على اذا قضى مدة من الزمن في الحبس الاحتياطي عند النيابة العامة خلينا عن مثال السبع سنوات شخص محكوم سبع سنين وهرب من اول يوم في السبع سنين لكن الشخص ده كان محبوس احتياطين مدة سنتين ايش بدأ اعمل بقول السبعة ضرب اتنين اربع عشر سنة هذه هي المدة الاصلية ومن باب العدالة اني اخصم له نصف مدة الحبس الاحتياطي زي ما كنت بقول نصف مدة العقوبة اللي قضاها في السجن من باب اولى اقول نصف مدة الحبس الاحتياطي ايضا حبس الاحتياطي كان سنتين نصهم واحد بشيل واحد من الاربع عشر سنة اللي هي المدة الاصلية اذا مدة التقادم بتكون تبعته قديش 13 سنة اذا نفس الحكم اللي بنطبق على انه اذا الشخص قضى جزء من العقوبة وجزء اخر ما قضاهوش بنطبق على مسألة الحبس الاحتياطي عند النيابة العامة برضو زي ما انا خصمت نصف مدة العقوبة التي قضاها حقيقيا بخصن نصف مدة الحبس الاحتياطي التي قضاها حقيقة تمامي اخوان اذا هذا فيما يخص التقادم تعريفه مدده ومتى يبدأ هذا التقادم هذا التقادم بالسريان اوكي تمنى تكون الامور حتى الان واضحة وما فيش فيها اي لبش اخر شيء حابب اقوله انه بالنسبة للتقادم يترتب عليه سقوط الالتزام بتنفيذ العقوبة يعني لا يمكن بعد ما القي القبض على الشخص بعد ما انقضت عقوبته بمضي مدة زمنية معينة اني انافذ عليه يعني المحكوم اعدام اذا غاب 30 سنة بعدين رجع من مصر على غزة بقدرش انفذ عليه اذا يسقط الالتزام بتنفيذ العقوبة فلا يجوز السلطات القائمة على التنفيذ اي اجراء من اجراءات التنفيذ ضده حتى ولو تقدم المحكوم عليه من تلقاء نفسه طالب التنفيذ يعني حتى لو القاتل هذا بعد 30 سنة ججال والله نفذه علي انا حابب تنفذه علي وانا ضمير من ابني ولازم اتعاقب لا يجوز وهذا السقوط يتعلق بالنظام العام يعني مش عكيف الفرد يجي يقول انا ولا عكيف السلطات يجي تقول بده انفذ اذا تسقط بقوة القانون وهذا الامر متعلق بالنظام العام بالنسبة لتأثيره على حكم الادانة لانه من البداية قولنا من تكلم عن الاسباب هذه وتأثيرها على حكم الادانة منقول انه بالنسبة لحكم الادانة لا يتأثر بالتقادم فيبقى هذا الحكم مدونا في صحيفة السوابق ويصلح ان يكون سابقة في العود كما يصلح محلا لرد الاعتبار لانه طالما موجودة في صحيفتي بيطلع لي بعد فترة من زمن اروح اطالب القضاء ان يمسحوا لي اياها من صحيفة السوابق اللي احنا منسمي اجراء المسح هذا اللي بيصير من صحيفة السوابق احنا منسميه رد الاعتبار اوكي اذا هذا فيما يخصه اثار التقادم للعقوبة على الحكم طبعا لا يؤثر قولنا على الحكم وانما يؤثر على التنفيذ فيسقطه فحسب السبب الثالث وانا بعرف ان المحاضرة اليوم طويلة ولكن هذه جزء من الاختبار سيكون فيها سؤال يعني العفو عن العقوبة يقصد به انهاء الالتزام بتنفيذها اذا شخص صدر ضد حكم بات واستبدال الالتزام اخر به موضوع عقوبة اخف وذلك بناء على قرار صادر عن رئيس الدولة مقتصر الكلام العفو عن العقوبة انهاء الالتزام بها اسقاط عن الشخص بقرار صادر عن رئيس الدولة وغالبا قرار اداري يعني بياخد وصف القرار الاداري وانا بتكلم الان عن العفو الخاص عن العقوبة العفو الخاص عن العقوبة وليس العفو الشامل لان العفو الشامل هداك اشي تاني انا بتكلم عن العفو الخاص هو الذي يصدر من رئيس الدولة هذا العفو يصلح ان ينطبق على العقوبات سواء كانت اصلية او تبعية او تكميلية تمام والمستفيد من هذا العفو ممكن القول بانه العفو بتميز عن العقوبة بانه بيتسع لكافة المحكوم عليهم اي ان كان اعمارهم جنسياتهم العقوبات المحكوم عليهم فيها سواء كانوا من اصحاب السوابق من اصحاب من الاشخاص المجرمين بالصدفة الى اخره فهدولة يستحقوا العفو الخاص اذا صدر قرار من رئيس بذلك دون تمييز بين انواع المجرمين غير ان المشرع في مشروع قانون العقوبات طبعا الفلسطيني مشروع طبعا حضر انه يصدر الرئيس عفو عن العقوبة اذا كانت العقوبة طبعا هي خيانة عظمة او الجرائم التعذيب اللي بيكون فيها الموظفين العمويين ضد اشخاص اخرين اذا هذا بالنسبة للعفو العفو ذو اثر شخصي فبستفيدش منه الا الشخص اللي صدر القرار بحقه ولا يمكن ان يستفيد منه اشخاص اخرين غير الاشخاص الذين ذكرت اسماؤهم في قرار العفو الخاص العفو الخاص يؤثر في الالتزام بالتنفيذ فيسقط الالتزام بالتنفيذ تماما زي لحنا كلامنا اللي تكلمنا عن التقادم اما بالنسبة لحكم الادانة فلا يمتد اثر العفو الى الحكم الصادر بالادانة فيبقى هذا الحكم موجودا ويصح ان يكون سابقة في العود مفهوم اذا العفو الخاص اللي انا بتكلم عنه هو قرار بصدر عن الرئيس لفلان باعفاء من العقاب اذا هذا العفو خاص بفلان وخلص بيشمل هو فقط ذو طابع شخصي وبيشمل بس العقوبة بالتنازل عن العقوبة فقط اما بالنسبة للحكم الصادر بيضل في صحيفة السوابق تبعت هذا الشخص لانه انا بتكلم عن عفو خاص وليس عفوا شاملا اذا هذا فيما يخص العفو الخاص اذا الاسباب اللي انا ذكرتها قبل شوية الوفاء من الاسباب التي تؤدي الى انقضاء الحكم وانقضاء العقوبة اما بالنسبة للتقادم والعفو الخاص فهما يؤثران في العقوبة دون ان يؤثر في الحكم اخيرا يبقى لدي العفو الشامل وهو من الاسباب طبعا عشان نستهل حديثنا عنه نقول انه من الاسباب العفو الشامل من الاسباب التي تؤدي الى انقضاء العقوبة وانقضاء الحكم يعني مش بس بنمسح العقوبة بنمسح الحكم نفسه من صحيفة الصوابق يعني انت بترجع ابيض يا ورد كأنه لم ترتكب جريمة من ذي قبل فالفقه في تعريف العفو الشامل او العفو العام احنا بنسميه مش العفو الخاص العفو العام او العفو الشامل بتجهل تجاهين تجاهل اول بقول انه العفو الشامل هو تجريد الفعل من الصفة الاجرامية له بحيث يصير له حكم الافعال التي لم يجرمها القانون اصلا هذا اللي انا بقصده بانه بنشيل الحكم من صحيفة الصوابق يعني بيشبه العفو الشامل حاجة من سميه اسباب الاباحة اللي احنا قلنا انه الفعل فيها يصبح كما انه لم يكن جريمة من قبل زي الدفاع الشرعي انا قتلت بسبب الدفاع الشرعي بيصير القتل كأنه ما كانش قتل كأنه مش مجرم اصلا لانه سبب اباحة دفاع الشرعي والعفو الشامل عامل زي اسباب الاباحة بالضبط يقوم بنفس الدور اللي بتقوم فيه أسباب الإباحة بالضبط بتميز العفو الشامل عن العفو الخاص عشان أنا عارف البعض حيقول إيش الفرق بينه وبين الخاص إنه بيصدرش إلا بقانون بمعنى إنه لابد من صدور قانون من السلطة التشريعية اسمه قانون العفو الشامل إذن هذا بالنسبة لأول فرق بينه وبينه العفو الشامل إذن عفو الشامل لا يصدر إلا بقانون يعني فيه نص تشريعي صادر عن سلطة تشريعية العفو الشامل بتعلق بالنظام العام فإذا صدر قانون بالعفو الشامل يعني فلا يجوز الشخص اللي شمله العفو أنه يقول للسلطات لا يا جماعة أنا متمسك بتنفيذ العقوبة علي نفذوها علي هذا كلام لا يجوز على عكس العفو الخاص العفو الخاص لأنه قرار وليس قانون فبتعلقش بالنظام العام تمام إذن هذا بالنسبة للعفو الشامل والفرق بينه بين العفو الخاص طبعا العفو الشامل أو العفو العام آثاره أنه هو يؤدي إلى إزالة التنفيذ يعني يمنع من تنفيذ العقوبة على الشخص بالإضافة إلى أنه بيمسح الحكم من صحيفة الصوابق تبعيت الشخص آخر الأسباب عندي التي تؤدي إلى انقضاء العقوبة هو حقيقة مش انقضاء العقوبة هو طريق ابن الجألو عشان نمسح البقعة السوداء من صحيفة الصوابق تبعتنا عشان الصحيفة تكون نظيفة وأستطيع أن أخذ شهادة حسن سير وسلوك لازم يكون عندي السجل تبعي في وزارة العدل وفي وزارة الداخلية خالي من أي صوابق يعني مش موجودة عندي أي نقاط صوداء في صحيفتي أو أنت لو تروح تطلب شهادة حسن سير وسلوك إذا وجد عندك حكم إدانة سابق في وزارة العدل حيكون عندهم هذا الأحكام مش هيطلع لك شهادة حسن سير وسلوك أو شهادة عدم محكمية نسميها فيه شهادتين فيه حسن سير وسلوك تاخده من وزارة الداخلية وشهادة عدم محكمية تاخده من وزارة العدل عشان أضمن عدم وجود مانع أني أستخرج هذه الأوراق لازم أقوم بإجراء من خلاله بالدمسح الحكم اللي موجود عندي في صحيفة الصوابق لأنه إذا موجود لن أتمكن من سحب شهادة عدم محكمية ولن أتمكن من سحب شهادة حسن سير وسلوك ففيه إجراء بيسموه إجراء رد الاعتبار رد الاعتبار إجراء من خلاله يتم مسح الحكم اللي صادر بالإدانة من صحيفة الصوابق تبعتي فرد الاعتبار له نوعان فيه رد اعتبار بنسميه رد اعتبار قانوني وفيه رد اعتبار بنسميه رد اعتبار قضائي إذن رد الاعتبار منه رد اعتبار قانوني وهناك رد اعتبار آخر بنسميه رد اعتبار قضائي شوف بالنسبة لرد الاعتبار القانوني إلو مدد حددها المشرع بعد انقضاء عقوبتك بعد ما تخلص عقوبتك يعني بتروح بتطلب رد الاعتبار بعد ما تنفذها سوي حكمت سبع سنوات ونفدت السبع سنوات ففيه مدة زمنية بعدها بعد ما انت طلعت من السجن إذا مضت بنفع تروح تطلب رد اعتبارك من القضاء وهذا ما نسميه رد اعتبار قضائي وفيه رد اعتبار قانوني له مدد معينة فتعا نشوف ايش هو رد الاعتبار القانوني رد الاعتبار القانوني هو الذي يتقرر بموجب ومحو حكم الإدانة بقوة القانون بدون حاجة لتدخل قضائي أو انه انت كصاحب شأن انه تطلب من القضاء ذلك وذلك بمرور مدة التجربة التي ينص عليها القانون شريطة ألا يصدر خلال هذه الفترة حكم بعقوبة أخرى مدة زمنية معينة يعني شوف هاي الاجال اللي حدد المشرع لرد الاعتبار القانوني في المادة 449 يقول لي يرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الاجال الآتي على المحكم عليه حكم بعقوبة في جناية أو جنحة مما يحفظ عنه بسجل تحقيق الشخصية أولا بالنسبة للمحكم عليه بعقوبة جناية أو عقوبة جنحة في جريمة سرقة أو حيازة أموال مصروقة أو نصب واحتيال أو خيانة أمنة أو تزوير أو شروع في مثل هذه الجرائم بقول لي متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو انقضاءها بالتقادم مدة عشر سنوات يعني أنه بقول لي عشر سنوات من تاريخ انقضاء العقوبة انقضاءا حقيقيا أو صدور قرار بالعفو عنها عفوا شاملا أو إذا انقضت بالتقادم فإنه بعد عشر سنوات بنمسح تلقائيا عنك الحكم من صاحبة السوابق طب بالنسبة للمحكوم عليه بجنحة في غير الجنح أو الجنيات المذكورة في المادة واحد قال لي متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ما تكلمش عن التقادم طبعا قديش ثلاث سنوات طب وإذا كانت قد انقضت بالتقادم قال لي خمس سنوات إذن هذه مدد متعلقة برد الاعتبار القانوني الذي بيثير في رد الاعتبار بدون حاجة أنك تروح تطلب من القضاء ذلك فبينمسح تلقائيا بعد عشر سنوات في الجرائم الأولى بتنمسح تلقائيا أو بعد ثلاث أو خمس سنوات بحسب الأحوال إذا في تقادم خمس سنوات ما فيش تقادم بتلاث سنوات بالنسبة لبعض الجرائم الأخرى هذا بالنسبة لرد الاعتبار القانوني بالنسبة لرد الاعتبار القضائي حتبروا نوع من الأمور اللي متروكة لكم للبحث إذا وجدتوا أي متسع من الوقت لذلك أتمنى عليكم أنكم تركزوا على الموضوعات اللي أنا ذكرتها وتركزوا على هذه المحاضرة بالتحديد اسمعوها اللي اشتركوا في القناة